الاهلي عنده حكاية كبيرة برضو. طبعا. حكاية اسمها علي معلول. الموقف ايه بالنسبة للعلي معلول هالله هيتم التجديد لي ولا لا? طيب سريعا كده علي معلول لحد اصابة محمد شقري كان لاعب خارج النادي الاهلي. اصلا. اصلا. كان رفض العرض لان الاهلي عرض هو شافه ان هو عرض لاياليك بيه. ماشي. ايه العرض بقى? انه جدد سنة واحدة ياخد مليون ومتين الف دولار. الاهلي اللي بياخد التاني. تمنمية الف دولار بالعملة الاجنبية. ماشي. وربعمية الف دولار ياخده بمصري. كمان. بكيمة الدولار. يعني انت ليك ربعمية بقى بخمسين بستين تاخده. فيه. فكان رافض الكلام ده. ماشي. بعد اصابة شكري اللي حصل علي معلول جاله اتصال من احد المسئولين داخل النادي الاهلي. اصبر. متوقعش معاي نادي خارجي. انت هتقعد مع الكابتن محمود الخطيب بعد بطولة افريقيا. تقدر من خلال الكابتن محمود الخطيب هو اللي تقول معك المفاوضات كلها بشكل رسمي. تقدر تتكلم معاه في كل التفاصيل اللي انت محتاجة. عزيزي. فعلي معلول قال لهم تأديرا للنادي. انا مش هعمل اي خطوة غير لما استنى الموقف النهائي للنادي. فالفترة الجاية هيكون فيه عرض تاني لعلي معلول. على اعتبار ان خلاص محمد شكري كان الاهلي عامل حسابه ان شكري هو الباك الشمال الاساسي للنادي الاهلي الفترة الجاية. وانا اقول لك من دلوقت اهو. اعدى العلي معلول مع الكابتن محمود الخطيب. يبقى علي معلول مكمل في العامل. اه انا بقول لك لحد شكري بس هي اصابت شكري لربكة الجاسبات. طبا. طبا. دخل برضو يحيى عطوة الله اللعب المغربي المحترف في الدول الروسي ده بلان بيه. لو علي معلول مجددش على اعتبار ان الراجل برضو عنده خبرات كبيرة جدا. سهل تجيبه من الدول الروسي. مرتبه مش هيكون كبير. يقدر يركب مكان عالي معلول. ويعمل نفس الاداء اللي موجود. لحد ما يشوفه شكري ان اما خلاص بقى فيه اكتناك تام داخل ادارة النادي الاهلي. ان شكري هو الامل في الجبهة اليسرى في المتحدة. طبا. واحد من اللعيبة اللي كانت مهمة كمان مع المغرب في كاس العالم. خبرات. وعنده خبرات كبيرة جدا. ومواقف يعني اضافة للنادي الاهلي. عظيم. ده بالنسبة. العالي معلول. اه. هل فيه ملفات تانية مفتوحة للتجديد بعض اللاعبين؟ فيه اسمقة بقى كتير بنسمع عنها. بس الكلام ده كله لسه ما فيش اي حاجة حصلت غير بعد. هتحصل بعد انهاء دورة ابطال افريقيا. سواء بقى عبد القادر. سواء السلية. سواء طهر محمد طهر. لعبها كتير جدا. الاهلي عايزة جدد لهم. قس بعد انهاء دورة ابطال افريقيا.